السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هنه هن شاء الله غنقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة فريدة من نوعها وش حلم واحد كي سووني على هاد القضية ديال الكيلو ديال الأرانيب كيف الشيء يعني المربين محترفين كيتتعاملوا مع الكيلو ديال الأرانيب يعني هو الكيلو كيتغير على حسب الأيام ولكن كيفاش كيتعامل المربي المحترف كيتتعامل مع البيع ديال الأرانيب يعني بالكيلو وكيفاش كيتتعامل يعني باش يبيع بالكيلو و باش يبيع بالكسيبة يعني أنا أنا غدي بيع مثلا واحد الأم جاهزة أو واحد دكر جاهز خصو يكون عنو واحد تقنية يعني كي ديرو كي يستعملوها المحترفين هالتقنية هي كالتالي يعني بلا شك أن شحال مواحد يلقاء صعوبة في البيع ديال الأرانيب في البدايات بداية ديال أي واحد كي يلقاه في الصعوبة في التصويق منين كي بقى يبحثه مع مرور الأيام كي قدر يعني يقلب على شي واحد يبقى يدفعله إما كزار إما يبيع في السوق إما بزاف ديال مهم لابد ما يكون عندو واحد الحل مني كي يلقى ديال الحل كي يبقى حاير كي بش حال غدي نبيع أنا يا هاد هاد الأرانيب و يعني إلا مشوا فاتوا الوزن ديال الجوش كيلو أو ثلاثة كيلو كيفاش غدي نبيعهم خصا أنه ديال الساعة ما كي بقوش كيتباعوا بالكيلو لأن ديال الساعة كتولي واحد دير و انتهيه بغيت بيه واحد الأنثى الكسيبة يعني بشي واحد بش أنها غدي تزاوج و غدي تولد له وش غدي نبيعوها بالكيلو ما يمكنش يعني ديال الحاجة ديال الكيلو كتكون يعني مشي ديال المزاوجة أو إلا ما عارفش هان تبقتي هذه فرصة أنك تفهم باللي الكيلو يعني بش تبيع بالميزان ماشي هو أنه غدي تبيع واحد الحاجة واحد داكر مثلا بش يلقح ولا واحد داكر سلالة ولا حد الأنثى سلالة ولا أنثى حاملة الحاملة ببوحدها تقدر تبيعها بكتر في التامان الكسيبة يعني يالله غدي توجد حوثني كتكون بتامان ولكن احنا نهضروا ما بين أولا نهضروا ما بين الأنثى يعني اللي غدي تامان ديال الكيلو وثمان ديال الكسيبة ثمان ديال الكيلو وهو يعني الأناني بالإنتاج يبقي ما درسي لهمش ليبرا لأن محد داك غيغة ديال لوم ليبرا غدي تحس بالأرنب ديالك طيح لك غالي لأن ديالك تسعة درام لك تفرق سعة درام ديال كيوني بخافاك ديالك الليبرا ديال تسموم دموي منيك تدقها لعصة في يعني رعا فات تلت شهر يعني يعني يخص كي تفوت تلت شهر خصت تدقها منيك تدق لها ليبرا كيولي ذاك الأرنب ماشي ديال الكيلو ما غسيش بيعوا بالكيلو كيولي ديال الكسيبة هدا سر غدي اعطيه لكم وهو شعر كي لعب تمن ديال الكيلو ديال الميزان كيبقيّ يلعب ديما ما بين ثلاثين درهم تل خمسة وثلاثين رام عم يعني إما ثلاثة وثلاثين درهم ثلاثة وثلاثين درهم ديما هذا هو الميزان هو في الحقيقة الميزان كيفاش كيف تتعاملوا معه القزار smartphone أكاكيد هي تتعاملوا معه مع أم من كي يطلع دجاج تلع السعر ديال القنية وكي يطلع عود العواشر نحن نقول العواشر مثلا فشي اعياد الناس كي يبغو استعملوا القنية والانانيم عودة كي يطلعوا لهم السعر ديالهم ولكن نحن في الحلقة هذي سنضروا على الفرق ما بين الكسيبة والسعر ديال الكيلو ديال الكيلو أنا ركك لكم كي تراوح ما بين 30 درم 35 درم كي يبغو يلعب ما بين 30 32 33 34 35 درم والخطره هو بالنسبة إلا بغيت تبيعه في السوق هذك شي شغلك يعني كتبقى تبيعه بالميزان بلا ميزان يعني لك أنت ما بغيت تغش يعني بغيت تحلل رزقك أنك كتوزن هذك الأرنب وكتبيعه بالميزان يعني ممكن أنك تطيحوا حد درهم جوج 3 هذي ماشي مشكل ولكن بالميزان الأحسن تبيعه بالميزان وخاك تبيع أنت في السوق ممكن أنك تبيع بالميزان يعني عينيا هي كتبان عينيا هكا أرنب ركك جايبه ولكن تيار بينك وبين راسك رك عارف بالليش حال فيه ديال الميزان أما سعر ديال الأرنب ديال الكسيبة عقله على الثامان وهو خمسين درهم تلخمسة وخمسين درهم من تكون عندكم شيء أنثى يعني كبيرة وبغيت تبيعها الكسيبة كتوزنها هي أغالي بانكة كي يقول لك ميتين درهم هي اسمو المعنى ديان ميتين درهم عدل اللي كيقول لك ميتين درهم راح رايح رايحي علاش لأن الأنثى بارغة غالباً كتكون فيها 4 كيلو 4 كيلو بخمسين درهم هي ميتين درهم التفق معاكم كيكون تمان يقدر يكون ميتين ميتين وعشرين درهم هي هاديك باخترات كيوصل لخمسة وخمسين درهم إذا ضربنا خمسة وخمسين درهم فربعة هي هاديك بميتين وعشرين درهم وشي واحد كي يسحب رسولها كيتشطر هاد التقنية هادي أرى ما فيها هادي أشطر الوالو إذا لمشيتها كان عندك أرنب كبير إما ذكر على هكا أو أنثى وزنه وضرب الميزان في خمسة وخمسين درهم وذلك الشي اللي يخرج لك أرى هو التمن ديالو الحقيقي اللي خصو يكون فيها سر من الأسرار اللي كيستعملوها الحريفية في هادي المجال أنا قدمت لكم كهدية إن شاء الله في هادي الحلقة هادي عقله خمسة وخمسين درهم تل خمسة وخمسين درهم هادو الحواجي اللي الكسيبة اللي يعني مدغوغل هم يبراء صافي وصلوا ثلاثة كيلو وربعة كيلو هادا كوة ثمان ديالو قادية ديال أونثة ولا ضاكر ماشي مشكلة بحال 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 الضاكر بحال الأونثة غيّة الأونثة منيك تكون حاملة ما حاولوا أنك ما تنزلوش على خمسة وخمسين درهم يعني التلقيح راح توقيت تحسب إلا مش تلقحت الأونثة عندك في الضاكر ديالك لأن الضاكر ديالك راته هاداك اللي ما ديالو راته وكي سوى ثمان يعني ما تنزلوش على خمسة وخمسين درهم يعني خمسة وخمسين درهم إلا كانت فيها يربعة كيلو صافية غادي تكون بميتين وعشرين درهم ميتين وعشرين درهم هذا هو الثامن الأصلي ديال الأونثة كين حالات خاصة ومس سولالات مثلا كتكون البابيون كتقدر تزيد شي حاجة لأن البابيون ماشي هو نيوزيلاندي نيوزيلاندي ناقص شوية على البابيون البابيون تبارك الله كي يكبر ضغياء كي يوفى ضغياء يعني الأرجل ديالو الخلفية كتبالك صافية وقفة ضغياء أما نيوزيلاندي ولا شانشيلا شانشيلا زي في الثامن شي شوية حالين اللي لاجينا نصنفوهم ممكن أنك تدير نيوزيلاندي تديرو مع الكاليفورني والشانشيلا ديرها شانشيلا أصلية مش الشانشيلا اللي شانشيلا اللي كتكون بزطة هذيك ممكن أنك تصنفها مع السلالات والبابيون هذو بجوج ما تطيحوش على 55 درهم الكيلو اني مشي تبيعوا ذك شي عيني يعني اعطيني 250 درهم لا بينكم براسكم راه الميزان هو اللي كيف صل منين تشوفوا راسكم بغين تبيعوا يكون عندكم ميزان وزنوا يلا مشيتوا توزنتوا راه هذك هو التامل الأصلي هنا ديرها حلقة هذي شي أسرار كي تتعاملوا بهم الحريفية هنا احتيتوا لكم على طابقة من ذهب كنظرنا أن الحلقة تكون راقصكم كنتمنى أنها تكون راقصكم و كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس المازل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديب الدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي وسكي على زر الجام باش تسندونا إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله